يوحي بأن الأجواء إيجابية وأنقل هنا ما نقلته القراءة الثلاثة عشر الإسرائيلية الآن عن مصدر في الطاقم المفاوض الإسرائيلي ويقول إنه من ناحية طاقم المفاوضات يمكن التوصل إلى اتفاق لكن كل شيء يرتبط ببنيامين ناتنياهو والحسابات الموجودة الآن أمام بنيامين ناتنياهو هي إنقاذ أرواح الإسرائيليين الأسرة والمحتجزين في قطاع غزة أو إنقاذ حكومته من الانهيار في حال طبق سموتريتش وبينكفير تهديداتهما كذلك يقول المصدر الإسرائيلي في طاقم المفاوضات للقناة الثلاثة عشر الإسرائيلية إن رد حركة حماس يتضمن اختراقا كبيرا جدا بتعبير المسؤولين الإسرائيليين وهذه المصطلحات لم نسمعها في المرات السابقة كذلك يقول الطاقم المفاوض الإسرائيلي للقناة الثلاثة عشر الإسرائيلية إن أمام إسرائيل صفقة واقعية صحيح أن فيها بنودا صعبة على إسرائيل من ناحية الرأي العام في إسرائيل لكن هذه البنود من غير المفروض أن تؤدي إلى عرقلة صفقة التبادل بحسب ما تذكر هيئة البث الرسمية فإن المفاوضات ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة من غير الواضح إن كان مدير الـ CIA كما ألمحت أكثر من وسيلة إعلام إسرائيلية سيشارك في هذه المباحثات سيترأس الوفد المفاوض الإسرائيلي رئيس المساد علما بأن هذه في السابق كانت إشارة عندما تصل المفاوضات إلى نقطة حرجة كان رئيس المساد هو الذي يترأس الطاقم المفاوض الإسرائيلي وعندما تكون المفاوضات عارقة كانت إسرائيل تكتفي بإرسال ما تسميه وفد تقني خلال الدقائق الأخيرة بدأ اجتماع الكابنت الأمني والسياسي وسط تهديدات من غالانت آيزنكوت وعائلات الأسرة والمحتجزين الإسرائيليين بإخراج الملايين بتعبيرهم إلى الشوارع في حال رفضت الحكومة الإسرائيلية مقترح صفقة التبادل إلى أسرة الحالية